فيما كانت مشاورات الكويت تسير نحو مزيد من الجمود خلال الأيام الماضية تأتي تحركات أمومية جديدة لإنقاذها خارطة طريق جديدة من المفترض أن يناقشها مجلس الأمن الدولي في جلسة التي سيخصصها لمناقشة الملف اليمنية الثلاثة وذكرت مصادر أن الخطة المقترحة تتضمن تشكيل لجنة عسكرية بمشاركة طباط من دول الخليج والدول الثمانية عشر الرعية للمبادرات الخليجية وتتولى مهمة تسلم المدن وتجميع الأسلحة وتأمين العاصمة ثم تشكيل حكومة شراكة وطنية ومن المتوقع أن تعقب هذه الجلسة زيارة يقوم بها أمين عام الأمم المتحدة بانكيمون إلى الكويت للوقوف على تطورات مشاورات السلام اليمنية بحصب مصادر دبلوماسية عربية وفيما كان عضو الوفد الحكومي عبدالله العليم يؤكد من الكويت أن المسافات بين الوفدين لا تزال متباعدة وتحتاج لمعجزة من أجل تقريبها كان المبعوث الأممي واصل القفز على نقاط الحل وسياسة الهروب إلى الأمام ومع فشل في تحقيق أي اختلاق يذكر بعد أكثر من ستين يوما من بدء هذه الجولة من المشاورات أنتقل والد الشيخ إلى مناقشة تفاصيل المرحلة القادمة حسب قوله ويعكد لقاءات منفردة مع الوفدين لبحث تلك التفاصيل وعلى رأسها استئناف العمليات السياسية مصادر في الوفد الحكومي قالت أن الوفد أبلغ والد الشيخ بشروطه مقابل الحديث عن أي شراكة سياسية من أي نوع تشمل التزام الميليشيا بالقرار الأممي وتحول الحوثيين إلى حزب سياسي وهو ما بحثه والد الشيخ مع وفد الميليشيا في لقاء آخر لكن من غير المتوقع أن يكون هناك استجابة من قبل الميليشيا ووفدها فيما يبدو أن خطة المجتمع الدولي باتت جاهزة لفرضها على الأطراف اليمنية بعد فشلها في التوصل إلى أي حل خلال شهرين من المحادثات في الكويت